طريق الله منهاجه لمن في هديه ساره فلا زيغ ولا عوج ولا بدع وأفكار كمشكات لا نور كما في الكون أنوار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبة في الله في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لا جئتكم اليوم لأقول ولنقول معا بإذن من الله تبارك وتعالى لا للأنا لا للأنا وأنا التي جئت وأتحدث عنها اليوم ليست الأنا التعريفية المتعارف عليها من الناس يعني أن يقول لك فلان ما اسمك تقول أنا فلان من بالباب تقول أنا فلان من الذي فعل ذلك تقول أنا من فعلت ذلك لا هذه باب يعني من باب التعريف بالنفس أو التعريف بالفعل أو التعريف بالأداء أو غير ذلك إن قيلت على هذا النحو فلا داعي أبدا لأن تقول بعدها كما يقول البعض أعوذ بالله من كلمة أنا تسمع بعض الناس هكذا أول ما يقول أنا ثلاث حروف هذه مباشرة يعقب بقوله أعوذ بالله من كلمة أنا لا ليست هذه الأنا المخيفة أو المرعبة أو المقلقة أو التي جئت لأقول لها لا ولتقول أنت لها لا وإنما قصدت الأنا التي هي من نوع آخر قصدت هذا الداء العضال وهذا المرض الوخيم الذي تسلل والعياذ بالله إلى نفوس كثير من الناس في حياتنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى ربما تسلل إلى نفوس الأباء إلى نفوس العلماء إلى نفوس الرؤساء إلى نفوس الوجهاء والعجيب أنك ترى الأنا تتسلل أحيانا حتى إلى نفوس الفقراء أو الضعفاء في بعض المواقف وهذا من العجب بمكانه والله أردت أن أتحدث عن الأنا هذا الصنم المخيف الذي إذا سكن قلبي أو قلبك يا عبد الله أهلك هو العياذ بالله دمره والعياذ بالله أردت أن أتحدث عن الأنا ألا وهي مرض تدخيم الذات وإعجاب المرء بنفسه نعم إنه مرض العجب مرض العجب الذي فسره ووصفه الإمام المحاسبي ورحمه الله بقوله والعجب أن ترى أن ما عندك ليس عند غيرك بعض الناس لما يسمع مني هذه الكلمات يقول طيب أنا بالفعل عندي كذا أو كذا من المهارات أو المواهب أو الملكات أو كذا فعلا أتميز بها عن غيري يعني عن من أعرف من الناس عن أبناء أسرتي عائلتي جيراني أحبابي أصدقائي في المدرسة أو في العمل أو في المؤسسة أنا فعلا متميز بهذا الشيء أقول لك لا هذا أمر طبيعي جدا أن يتميز إنسان عن إنسان أو أن يعني يفاضل إنسان على إنسان في عمل أو في قول أو في هذا أمر طبيعي جدا بين البشر ولكن هل تجد ذلك في نفسك يعني أنت داخلك جواك دايما تجلس مع نفسك متفاخرا بها معجبا بذاتي تقول أنا وأنا وأنا ليس مثلي في هذه الدنيا وليس مثلي في هذه الحياة ثم إني أسأل نفسي وأسألك أخي في الله حتى وإن أعطيت وأعطيت من ملكات ومواهب ومميزات عن غيرك من الناس هل تملكها أنت يعني هل هذه الأمور ملكا لك أنت أم أنها ملك لربك عز وجل الذي قال في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذا هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا ومنحنا وفضلك يا عبد الله عن فلان أو فلان فأنت بغير ربك عز وجل لا شيء فلما العجب إذن؟ ولما الافتخار بالذات وإعجاب المرء بنفسه إذن؟ ما دام الأمر كذلك يا عباد الله الآن نجدها في الناس تجد الأب أحيانا يتفاخر بأنه من رب وكبر وبأنه من أنفق وذبر والأم تتفاخر أمام عيالها وأمام الناس بأنها من سهرت وتعبت وحملت وفعلت العالم يتفاخر بأنه من رب وقوم بأنه من فقه وعلم بعض الشباب حتى خاصة في أيامنا تجدوا متفاخرا جدا يعني تسمع هذا من بعضهم في مجلس ولا في شارع ولا على شاشة ولا في أي مكان يتفاخر بأنه الثوري الذي قام وحرر وبأنه الذي فعل وطهر كل واحد يتفاخر كل واحد تجد عنده شيء من الفخار هكذا هذه الأنى التي جعلت بعض الناس يظنوا للأسف الشديد ويعتقد أن الناس لن يحترموا ولن يوقروه ويقدموه إلا إذا نفق عضلاته ولبس أجمل ثيابه وحمل في يده أغلى الهواتف وأعلاها وركب أحسن السيارات وأغلاها هو يظن هكذا يظن أن الناس لن يحترموه إلا إذا تحدث معهم من طرف أنفه وشمخ بأنفه في وجوههم كأنه يقول لهم اعلموا عباد الله أنه ليس من السهل أبدا الوصول إلي أو التحدث معي الآن التي جعلت بعض الناس وللأسف الشديد لا يتواضع حتى يتكلم مع أقرب الناس إليه لا يتواضع ويتكلم مع أبيه مع أمه مع من هو أكبر منه مع جاره مع شيخه مع مدرسه لا يتواضع أبدا لا يتواضع أبدا والشاعر يقول قد تواضع قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع قدره في الخلق عال وهو عند الله أرفع تواضع عبد الله تواضع لله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه أنت تواضع لله يرفعك الله عز وجل بل اسمع معي إلى هذا الحديث حديث عزيب جدا وبعض الناس كان بيفسر الكلام أو بيفسر الحياة خلاف ما جاء في هذا الحديث سبحان الله القديم قال عليه الصلاة والسلام ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك الحكمة أيها الإخوة عبارة تعرفين القطعة الحديدية اللي توضع على فم وأنف الفرس حتى تلجمه يسموها لجام حديدي أو فك حديدي حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه كثيرا أو أن يؤذي أحدا من الناس أو ما شبه ذلك هذا هو الحكمة هذه الحكمة ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك اسمع معي ماذا قال حبيبك عليه الصلاة والسلام فإذا تواضع يعني الإنسان قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته شوف الفرق شوف الفرق في ناس كتير فهم الموضوع بالعكس فهم أنه كل ما يتكبر ويشمخ بأنفه يعني يرتفع لا والله لا والله حتى إن ارتفعت بين الناس ظاهرا وارتفاع مؤقت فقط يعني علوم مؤقت في الدنيا لكن بمجرد أنك تترك منصبك ولا جاهك ولا وظفتك ولا تضع أموالك ولا يعني تنهد صحتك خلاص كل ده بيروح كل ده بيروح للأسف الشديد ولن تجد من يحترمك ولن تجد من يوقرك ولن تجد من يقدمك ليه لأنك تكبرت على الناس وتكبرت على عباد الله عز وجل بماذا بماذا بشطرتك أنت بشيء من عندك أنت لا والله وإنما بما تفضل به ربك عليك فخل بالك أخي في الله خل بالك خل بالك كل واحد مننا كن حريص على أن يلتزم التواضع في حياته واتعلم من سيد المتواضعين محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام فلنكن من هؤلاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء من عباد الرحمن المتواضعين بين يدي الواحد الديان عز وجل في هذه الحياة الدنيا مسكين يا عباد الله من يظن أن كبره وأن إعجابه بنفسه هو السبيل هو السبيل للترقي في هذه الحياة الدنيا مسكين من يظن ذلك في نفسه أيها الأحبة في الله قال عتبة بن غزوان الصحابي الجليل أعوذ بالله أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا ولذلك الأنا التي أردت أن أحذر نفسي وإياكم منها عباد الله هي الأنا التي تجعلك يا عبد الله تجعلك أيضا يا عبد الله دائما تكثر الحديث عن نفسك دائما تتكلم بالناس بلسان الذي يقول يعني لسان حالك حتى ولم ينطق اللسان بهذا كانت تقول أنا ما خلقت إلا لأكون متحدثا وأنتم ما خلقتم إلا لتكونوا مستمعين لا يا أخي لا ده واحد من السلف رحمه الله تعالى كان يقول إن الرجل لا يحدثني بالحديث أعرفه قبل أن تلده أمه فيحملني حسن الأدب على الإنصاط إليه واحد تجي تكلم معاه فأي شيء فأي موضوع يقول لك بس بس خلاص أنا عارف أنا عارف أنت لايه ده الكلام ده أنا عارفه من قبل ما تتولد طيب يا حبيب القلب ماشي أنت تعرفه قبل أن أولد لكن أخي لا 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 تحرج من أمامك على هذا النحو يعني مش هتخسر حاجة لما تسمع غيرك يا أخي يمكن تستفيد يمكن تجد معلومة أنت لم تعرفها أصلا أو تصحيحا لمعلومة فهمتها خطأ في الماضي فلماذا العجلة لماذا نحقر من شأن الناس لماذا نقلل من شأن من يتحدث أمامنا أو في مجالسنا هكذا فالأنا التي تجعلك تكثر الحديث عن نفسك هي الأنا الممنوعة الممنوعة كذلك الأنا التي تجعل صاحبها والعياذ بالله ينافس على الزعامة والرياسة والصدارة وليس أهلا لها ما عنده المقاومات ما عنده المواصفات المطلوبة حتى يجلس في هذا المكان إن كان زعيما أو متصدرا في أي عمل في أي مصلحة في أي موضوع هو ليس أهلا لذلك فلماذا يقحم نفسه في شيء ما يستطيع أن يقوم به اسمع معي إلى أبي ذرن الغفار عليه رحمة الله ورضوان الله تبارك وتعالى وهو من هو والصحابي الجليل الكبير الذي وصفه بعض الكتاب المعاصرين ولقبه بمحام الفقراء يحب أن يدفع عن الحق ودفع الفقراء والضعفاء هكذا كان أبو ذرن الغفار عليه رضوان الله وعلى الرغم من ذلك يا أيها الأحبة على الرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام مدحاه مدحا عظيما جدا وصفاه بقوله ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رجل صادق جدا في كلامي في بياني في كل أحواله عليه رضوان الله وعلى الرغم من ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا تستعملني يعني استعملني على ولاية للمسلمين أو عمل كبير أتصدر أنا به أحوال المسلمين ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حصرة وندامة حصرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها انظر تدبر معي إلى الكلام يعني أبا ذر أنت تصلح لأعمال أخرى تصلح لتكاليف أخرى لكن تتولى أمور المسلمين هنا وهناك لا أنت لست أهلا لذلك صفات اقتباعك لا تؤهلك لأن تتحمل هذه المسئولية وتقوم بها على أكمل وجه الرسول خايف عليه يوجهه هل سمعنا أبا ذر تذمر ولا غاضب حتى ولو في نفسه ولا راح يتكلم حتى من ورى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني ليش وعشان إيه وليه وفلان وأنا لا كلام اللي بيحصل لا هي مش غنيمة يعني مش غنيمة أن تكون عبد الله في الصدارة يعني مش غنيمة أن تترأس أحوال المسلمين في بلد ولا في مؤسسة ولا في وزارة ولا في انت مش غنيمة يعني ليست غنيمة والله إذا كنت أهلا لذلك ده موضوع آخر أتحدث عنه الآن لكن إذا كنت ليست أهلا لذلك صفاتك وطباعك ومؤهلاتك وإمكاناتك لا تؤهلك لذلك فلماذا تقحم نفسك في هذا الشيء عبد الله كثرة الأحزاب والحركات والإئتلافات والجبهات والحكايات والروايات اللي بنشوفها في بلادنا وفي بلاد المسلمين حولنا أيامنا هذه هي خير أو أعظم دليل وبرهان على أن الأنى زادت جدا وانتشرت جدا بيننا والله تعالى يقول في كتابه كل حزب بما لديهم فرحون كل واحد على خلاص عايز يعمل حزب وعايز يعمل الجماعة وعايز يعمل حكاية ورواية ويقال فلان رئيس الجماعة الفلانية وفلان رئيس الحزب الفلاني وفلان رئيس الجبهة الفلانية وفلان عضو مش عارف في إيه وفلان إيه ده حتى تمزقت الأمة تفرقت وتبعفرت وزادت العداوة بين أفراد المجتمع المسلم وجماعات ومجتمعات المسلمين زادت العداوة والبغضاء بين الناس بين الناس كل ذلك بسبب إيه بسبب الأنا حتى أنك تجد شعار بعض هذه الجهات ولا حتى الأفراد شعارهم المعروف جدا والمنتشر إما فيها وإما أخفيها يعني يا أنا يا بلاش يا أنا يا إما خلاص ثم نسمع البعض يتحدث عن المصلحة العامة وتحدث عن كذا وعن الزهد والتقشف وعن الشفافية وأنا بتكلم لله وأنا عايز دا لله طيب أنت عايز تتكلم وعايز دا لله لازم تكون أنت في الصدارة لازم تكون أنت يعني اللي فوق يا أخي إذا كنت تريد الأمر أي أمر لله عز وجل فتكلم لله واصنع لله وانصح لله وابذل لله عز وجل سواء كنت في الصدارة كنت في الساقة في المؤخرة المهم أن يبلغ الخير وأن يبلغ الحق هنا أو هناك كذلك البعض لما يسمع هذا الكلام قل لي يا شيخ يعني ألم يطلبها يوسف الصديق لنفسه يعني ألم يطلبها سيدنا يوسف لنفسه يعني إيه طلبها يوسف لنفسه قال الله تبارك وتعالى على الإسان يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم جميل جميل يوسف قال لرئيس البلاد أيامها أو لكبير مصر أيامها سواء كان اسمه الوليد بن الريان أو غير يعني حاسب الاختلاف العلمة في تسميته قال اجعلني على خزائن الأرض يعني اديني وزارة المالية وفقها كذا أو كذا إني حفيظ عليم السؤال هنا لماذا طلبها يوسف ومتى طلبها يوسف عليه السلام وهل فعلي كان يسعى لها الحقيقة لا يوسف لم يسعى لها إما لقى الموضوع ده الموضوع هي اللي جات له مش هو اللي سعى لها كيف يا شيخ ده هو بيقول سيدنا يوسف يقول اجعلني هو اللي بيطلب طيب هو اللي بيطلب لكن متى طلب يوسف طلب يوسف ذلك بعد التمكين بعدما الرئيس البلاد أيامها نفسه الكبير نفسه كما جاء في كتاب الله عز وجل قال إنك اليوم لدينا مكين أمين إنك اليوم لدينا مكين أمين مكن ليوسف عليه السلام في الأرض بعد طول فترة طول فترة من التشريد والمعاناة والمأساة التي عاشها يوسف عليه السلام الآن مكن له في الأرض الآن تعقق وعد ربه تبارك وتعالى الذي وعده به وهو هناك ملقى في الجب بين الحياة والموت الآن يوسف مكن له إنك اليوم لدينا خلاص فيوسف اختار المكان الذي يرى نفسه مناسبا فيه يرى نفسه يستطيع أن يبذل ويؤدي ما يخدم المجتمع ويخدم الأمة من خلاله وهذا ليس عيبا أبدا ليس عيبا بل هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب طلبها يوسف عليه السلام لحفظ أمانة لتبليغ رسالة لنشر دعوة لتقوية أمة لتفويتها على أهل الغواية والضلالة يوسف ما طلبها للدنيا وما سعى إليها أبدا ولكن جاءته على هذا النحو الذي جاء في كتاب الله عز وجل ولذلك أهل العلم يا إخوة في قضية الأنا هذه في موضوع الحب الصدارة والزعامة والرياسة حتى لو أنت مش أهل الموضوع اتكلموا فيها كلام نفيس جدا قالوا الأصل الأصل عدم طلب الصدارة إلا لمصلحة راجحة لا ظنية يعني ما فيش حد يتقدم كده ويتصدر وعايز بقى هو في المكان ده لمصلحة ظنية يعني يحتمل يحتمل أنه ممكن يفعل أو يفعل أو يؤدي أو عنده أو ما عندوش لا بد أن تكون المصلحة راجحة يعني الراجح أن فلندا فعلا فعلا عنده من الإمكانات والخبرات والمؤهلات اللي يستطيع بفضل الله عز وجل أن يفعل كذا أو كذا وكله في النهاية بقدر الله عز وجل فالمصلحة لا بد أن تكون راجحة وليس الظنية كذلك غيرك عبد الله هو من يحكم لك بالأهلية لا أن تحكم أنت لنفسك ولا أن يحكم لك أصحاب الهوى والمصالح والمنافع لا أنت اللي يحكم لك يكونوا ناس أصحاب دين وأصحاب تقوى وأصحاب خبرة في المجال وأصحاب تخصص من أهل الحل والعقد في كل مهنة في كل مصلحة في كل تخصص أو غير ذلك الأمور أو غير ذلك الأمور كذلك هناك يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ثم الفرح لمن تولاها إن كان مستحقا لها يعني لو تولى أي أمر من الأمور غيرك من الناس وهو مستحق لهذا الشيء أكثر منك يجب عليك أيها المسلم أن تفرح لا أن تحزن احمد ربك عز وجل أن نجاك من هذه البلية ومن هذه المسؤولية وادع ربك عز وجل بنت ولاها طالما أنه أهل لها يعني ادع الله عز وجل بالخير والثبات والتمكين والنجاح والفلاح إلى آخر هذه الأمور الآن التي يجب أن نقول لها لا هي التي تجعل صاحبها لا يخضع للحق ولا يقبل النقد ولا النصح هذه أنا مرعبة أنا مخيفة جدا يعني ولذا يقول عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر رد الحق انت عارف الكلام اللي قال لك الآن هذا حق من فلان ولا من لكنك لا مش عايز لا تريد أن تسمع هذا الشيء ترد الحق وتزدر الناس وتحتقر الناس هذا هو الكبر هذا الكبر بعينه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمتكبر المعجب بنفسه صاحب الأنا لا يقبل نقدا ولا يرضى بنصح ولا غير ذلك ولا حتى يأخذ مشورة أحد وإن أخذ مشورة من أحد لا يعمل بها لا يعمل بها حتى الكلام العجيب الغريب من نوعه الذي لا أدري كيف ألفه أو فسره البعض لما يقول مثلا مثلا أحدهم في حق زوجته أو الزوجات يقول شاوروا هن وخالفوا هن طيب لماذا طالما إنك تبيت النية على المخالفة أنك ستخالفها لماذا تستشرها أصلا وإذا استشرتها ووجدت في مشورتها الخير والبر والمعروف والصلاح والإصلاح فلماذا ترد هذه المشورة يعني هذا كبر والعيذ بالله هذا كبر والعيذ بالله إن سليمان عليه السلام قبل النصحة ممن هو أدنى منه من هدهد فكان إسلام دولة بسبب رحلة الهدهد المعروفة لمملكة سبأ إن النملة في أجحارهم سمعوا النصحة وأخذوا النصحة من نملة نكر بينهم ليست رئيسة ولا زعيمة فيهم فكان نجاة أمة نجاهم الله تبارك وتعالى بسببها وبسبب تواضعهم لما سمعوا لها وانتصحوا بنصحها وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الحديبية فكان ذلك للمسلمين فتحا وعزا وقوة بفضل من الله عز وجل فيجب أن تأخذ بالنصح يا أيها المسلم حتى تطرد العجبة من نفسك والكبرى من نفسك خذ بالنصح ولو كانت النصيحة ممن هو أدنى منك ما دامت في محلها ما دامت في موضعها ما دامت نافعة لك ولغيرك من الناس الإمام مالك عليه رحمة الله كان جالس في يومنا الأيام في المسجد النبوي بين يجلس أصحابه وطلابه في انتظاره دخل عليهم فجلس بينهم ونسي أن يصلي ركعتين تحية المسجد دخل أحد الغلمان الصغار وهمس في أذن الإمام مالك يذكره بتحية المسجد فقام الإمام مالك وترك الحضور وصل ركعتين ثم عاد إليهم مرة أخرى فتعجب الحضور وقالوا يا إمام تتركنا تسمع لغلام لصاب صغير يعني فماذا قال مالك عليه رحمة الله قال خشيت أن أكون من الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون خاف أن يكون واحد من هؤلاء فانتصح أخذ بالنصيحة حتى وإن كانت ممن هو أدنى منه أو أقل منه سنا أو عمرا أو خبرة أو علما أو وجاهة أو غير ذلك من الأمور التواضع وقبول النصح وعدم اصدراء الناس واحتقار الناس هذا أقل مني هذا أفقر مني هذا أجهل مني لا 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 ليس هذا حال المتواضع المؤمن أبدا أبو صفيان بن حرب وقف في يوم من الأيام مع سهيل بن عمر على باب عمر بن الخطاب الخليفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عمر بن الخطاب أذن للدخول عليه قبلهما أذن لبلال لعمار لصهيب لهؤلاء الصحابة اللي كانوا في الأصل فقراء وكذا في الماضية فتضايق أبو صفيان بن حرب وقال قولته المشهورة قال يأذن عمر لهؤلاء ويحبسنا نحن على بابه أبو صفيان وهو من هو في جاهليته وهو من هو أيضا بعد إسلامه يعني رجل له مكان في الأمة وسهيل بن عمر كذلك فماذا قال له سهيل بن عمر مذكرا أخاه ما هو مطلوب لما شوفك كده يعني شوية ايه يعني شفت نفسك شوية أين كان الموقف وأين كانت انت مين مطلوب أن أذكرك وتذكرني أخذ بيدك وتأخذ بيدي أنصحك وتنصحني هذا المطلوب مطلوب من المسلم أخي المسلم فقال له سهيل بن عمر يا أبا سفيان والله ما أخشى أن يحبسنا عمر على بابه ويأذن لهؤلاء بالدخول قبلنا إنما أخشى أن نحبس على باب الجنة أخشى أن نحبس على باب الجنة ويدخل هؤلاء قبلنا يا أبا سفيان إنهم قوم دعوا إلى الإسلام فأسرعوا ودعينا إلى الإسلام فأبطأنا فاستحقوا الدخول على عمر قبلنا فسكت أبو سفيان وتذكر أبو سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين هكذا عباد الله المسلم يجب أن يكون متواضعا في هذه الحياة الدنيا الآن البعض يتكبر نعم يتكبر يا عباد الله عن قبول حتى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور يريد أن يقدم العقل على الشرع وعلى النص ويقول عقلي هكذا عقلي هكذا أنا مش مقتنع يا بنت الناس تحجبي يا بنت الناس غط نفسك تقول لما أقتنع يعني لما تقتنعي الكبر والعجب والعذب لا يمنعها من أن تسمع قال الله قال رسوله يا أخونا تعالى يا أخي صلي تعالى يا أخي اعمل المعروف تعالى يا أخي ابتعد عن المعاصر والمنكرات يقول شوية كذا لما أقتنع لما يجي لي مزاجي كبر والعذب الله عجب بالنفس فاكر نفسه ما ينام هناك وإذا تكلمت معي يقول والله العلاقة بين العبد ورب بإعلاقة قلوب يعني إعلاقة قلوب يعني يعني إعلاقة قلوب يعني عايز أفهم يعني أنت انفصرها كيف قل طالما هنا متصل بهنا ويعمل لك كذا يعني قلب يمتصل برب يعني خلاص وقلب اللي بيتكلم ده أسود من سواد الليل لأن ما فيش دليل على بياض ونور القلب لا يعرف لله عز وجل حقا ولا يسجد لله سجدة ولا يعطي للناس حقوقهم ولا 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 وفي الأخر يقول أنا قلبي أبيض فين الدليل يا أخي فين الدليل على بياض قلبك أو نور نفسك فالقضية هنا قضية إيه والعياذ بالله الكبر والعجب النفسي يحول بين الإنسان وبين قبول الحق ويجعل الإنسان يزدري من يتكلم أمامه حتى وإن كان كلامه حقا ونصحا وصدقا ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمي عليه رحمة الله يقول الشرك أهون من الكبر فتعجب الناس وقال وكيف ذا الشرك معروف طبعا كيف أهون من الكبر قال لأن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله أما المتكبر فلا يعبد إلا نفسه بس لا يسمع إلا لكلامه هو ولعقلي هو ولرأيي هو والعياذ بالله ولذلك قضية الكبر هنا الأنا هنا هي اللي تجعل الإنسان دائما يحتقر غيره همز ولمز وطعن وتجريح وتشريح وهدم وحكايات وروات كأن لسان حالي يقول أنا العالم وجميع الناس من حولي مخطئون أنا الفاهم وجميعهم لا يفهمون أنا المصيب والكل من حولي مخطئون وهكذا وهكذا هو فاهم كذا يفهم أنه يعني قبة الفلك وأنه قطب زمانه كما يعني روج بعض المبتدعة وأهل الضلال من كلمات وعبارات في حق بعضهم البعض والعياذ بالله الأمر تعدى أكثر من ذلك بكثير حتى كان العجب والكبر من ناحية أخرى سببا في طغيان الطاغي وأن يشتد ظلم الظالم على الناس من حوله على ضعفائهم على فقرائهم على مستضعفيهم وهذا ما نراه جليا في عالم الناس حتى في أيامنا ولئن سألت أحدهم لماذا تضطهد أهلك ولماذا تقتل ناسك كما يحصل في بعض البلدان في سوريا أو في غيرها أو كذا تجد الإجابة معروفة حتى وإن لم ينطق هذا الإنسان الإجابة معروفة هي الإجابة التي كانت في الماضي إجابة المتكبرين المتغطرسين في الماضي زي فرعون مثلا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون إيه ده أنت بتكلم عن مين يا عم بتكلم عن مين دون ناس كده ناس ما يعلم لها لازمة في الدنيا يعني خلينا نخلص منهم وخلاص خلينا نخلص منهم وخلاص شير ذمة قليلون خلينا نضحي بهم يا أخي عشان نعرف نعيش هذا هو لسان الطغيان ولسان التجبر والتكبر والأنا في كل زمان ومكان والعياذ بالله والعياذ بالله فالأنا التي جيت أحذر نفسي وإياك عبد الله منها ونقول لها جميعا لا هي هذه الأنا التي رأيناها على هذا النحو وعيشناها على هذا النحو في زماننا وفي أزمنة مضت والعياذ بالله لا تحتقر أحدا من الناس وإذا حدثتك نفسك عبد الله يوما باحتقار أحد من المسلمين أو ازدراء أحد من الموحدين فقل لها يا نفس تأدبي يا نفس تهذبي فإني سمعت ربي تبارك وتعالى يقول في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم إني سمعت حبيبي محمدا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هذه تنزع الآن من نفسك عبد الله تنزع الآن من نفسك نزعا عبد الله حينما تتذكر هذه الآيات وتلك الأحاديث التي تحثنا حثا على التواضع وعدم العجب والكبر وعلى طرد الأنا من نفوسنا وقلوبنا وحياتنا هذا هو ولذلك هذه الأنا هي التي تستحق منك أن تستعيذ بالله دائما من شرها وأن تقول بملء فيك أعوذ بالله من أنا فاصل ثم نواصل فكونوا معنا بإذن الله عز وجل الحمد لله رب العالمين عدنا إليكم من جديد أحبة في الله ولازلنا نقول معا وبملء أفواهنا وبعلو أصواتنا نقول لا لا للأنا في حياتنا لا للأنا في قلوبنا لا للأنا ظاهرة في أقوالنا وأعمالنا بين الناس من حولنا تحدثت إليكم قبل الفاصل عن بعض الصور التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يتعرف على نفسه على قلبه هل يجد الأنا في نفسه أم أنه يتواضع لربه عز وجل وتواضع بين الناس من حوله الآن جاء وقته التنقيب والتفتيش والبحث عن العلاج الناجع النافع لكي ننزع الأنا هذه من نفوسنا ومن صدورنا وأول وسيلة من وسائل العلاج عباد الله أن يتفكر كل مننا في أصله أول شيء تفكر يا أخي في أصلك تفكر أيها الإنسان في أصلك من أين جئت وكيف جئت وكيف خلقك الله تبارك وتعالى قال سبحانه قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره اسمع معي إلى قول ربك عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله هو الذي خلقك عز وجل خلقك من ماذا عبد الله خلقك من نطفة مهينة نطفة يزدريها الإنسان إذا رآها من ماء مهين خلقك رب العالمين عز وجل خلقك من ماذا يا عبد الله تفكر في أصل خلقتك لتتواضع بين يدي ربك تبارك وتعالى لألا تعجب بذاتك لألا تجد للأنا في نفسك مكان لألا تزدري أو تحتقر أحد من الناس مطرف ابن عبد الله نظر يوما إلى المهلب ابن أبي صفرة صاحب العراقين في زمانه هو يمشي في حلة جميلة جديدة يتبختر فيها تبخترة ويمشي الخيلاء فقال له يا هذا ما هذه المشي التي يبغضها الله ورسوله قال المهلب أما تعرفني يا رجل ودي الكلمة اللي بنسمحها بناس كتير لما تيجي تنصحه ولا تكلمه ولا توجهه يقول لك انت مش عارف أنا مين انت مش عارف تبتكلم مين انت مش عارف أنا ابني مين كلمة تسمحها كتير جدا من الناس للأسف الشديد يعني للأسف هو فاكر نفسه كده يعني بيكبر من حاله يعني فالمهلب ابن أبي صفرة قال كلمة شبيهة يعني قال يا رجل أما تعرفني قال بل أعرفك أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة انت ايه يا أخي انسان في النهاية يعني انسان خلقك ربك الواحد الديان عز وجل انت ايه في النهاية فقير بين يدي الغني ضعيف بين يدي القوي ذليل بين يدي العزيز والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي عز وجل عز وجل سبحانه وتعالى قال عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز انت انسان في النهاية انسان في مسند الامام احمد من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الناس يوما فبسق في كفي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ايها الناس قال الله عز وجل يا ابن آدم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه يعني من مثل هذه البسقة المهينة انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه فلما سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقية قلت اتصدق وان اوان الصدقة وان اوان الصدقة العجب العجب اعجاب المرء بنفسه عدم تذكره لاصل خلقته ومن اين و الى اين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى من هذه الارض اللي انت مشي عليها اللي انت مشي عليها يا عبد الله فليس هناك دعي ابدا الواحد يمشي على الارض يعني ويقول زي ما على رأي المثل البلدي يعني ارض تهدي ما عليك يهدي وكلام ده مش وقته في الدنيا والله ولا يعني ابدا في الدنيا ما في اي محل هذا الكلام ابدا اللي مشي متزينة متعطرة متبخترة يظهر من لحمها اكثر مما تداري متبرجة ومشي كده متبخترة وفكر نفسها يعني يا ما هنا يا ما هناك فكر نفسها فاتحة الفتوحات ليس هذا محل في الدنيا يا امط الله اتقل لها عز وجل ولا تعجب بنفسك على هذا النحو ابدا اطيع ربك عز وجل هذا هو الذي ستجدين من ورائه الفخار والافتخار في نفسك في حياتك وبين هذا ربك عز وجل بعد مماتك اعرف نفسك تعرف ربك قال ابن القيم رحمه الله اذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام واذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام واذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك بالقدرة التامة عز وجل اعرف نفسك تعرف ربك سبحانه وتعالى هذا هو الاصل ان تتفكر يا عبد الله في اصل خلقتك في هذه الحياة الدنيا تتفكر فلا يأتيك ساعتها لا طغيان ولا تفكير انك فوق الناس ولا كلام دخلص بالعكس بالعكس مهما اتيت من سلطان ومن قوة ومن مكان انا اذكر في عالمنا المعاصر الذي نعيش فيه من سنوات يعني قريبة كان الرئيس البوسنوي رئيس البوسنة علي عزة بيجو فيتش رحمه الله تعالى هو رئيس للناس يعني لما كان في الناس كبيرة جدا في بلاده يعني رايح يصل لصلاة الجمعة وانتو عارفين البلاد هذه في اوروبا دائما خاصة في فصل الشتاء نجد الشوارع والاماكن كلها مكسوة بالثليج بالثلج فالمسجد ممتلئ عن اخره والناس جلسة خارج المسجد على بعض الثليج الموجود هكذا يعني وهذا الرجل الرئيس علي عزة بيجو فيتش جاي متأخرا شوي فبعض الناس قام من مكانه وحاولوا يفسحوا له طريق حتى يدخل الى المسجد ويجلس داخل المسجد في جو احسن وفي مكان افضل يعني فجلس في مكانه وصرخ فيهم وقال هكذا تصنعون طواغيتكم معين انت لما تعود تحسيبها مع نفسك يعني ما فيها شيء ابدا يعني رجل له مكانه وله قدر وايضا يعني مكانته هذه وقدره هذه تحتاج لان نؤمنه نجلسه في مكان يكون امان عليه يعني وده موجود في عالم الناس في كل زمان ومكان لكن الرجل اخذها بمحملتني خالص بيعلمنا رسالة هكذا تصنعون طواغيتكم يعني كنتوا تقوموا له هكذا وتفسحوا المجال وتعطلوا الدنيا والمسجد والخطبة والناس عشان واحد جاي متأخر لا جاي متأخر يعد متأخر هو عايز يقولهم كده يعني عايز يقول هذا الكلام فإذا اندل فإنما يدل على تواضع الرجل وادب الرجل حتى في بيوت الله تبارك وتعالى بيعلم ناس وبيعلم الناس من بعد رسالة هي رسالة فالإنسان لما يتفكر في أصل خلقته لن يشمخ بأنفه في وجوه الناس ولن يعلو على الناس أبدا ما شفنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان بيعمل إيه وكيف أصبحت له المكان في الأمة وإلى يومنا هذا سبحان الله القدير من جعل العدل عدة طالت به المد سواء عاش عمرا طويلا أو حتى لم يعيش عمرا طويلا لكن حياته وتاريخه وذكراه والمنافع التي جاءت على يديه في الناس إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى فالإنسان كذلك منه يحتاج إلى أن يثق بربه عز وجل وهذا يكسب التواضع أيها الأحبة في الله تسمع الناس يقولون يتحدثون عن الثقة بالنفس كتب مشارات دورات دورات تنموية وغير كذا تجد عنوانها الثقة بالنفس وأنا دائما نسأل نفس يعني إيه الثقة بالنفس يعني يعني إيه الثقة بالنفس وكيف أن نطلقها كذا دون أن نقيدها بثقة هي أعظم وهي الأصل في الموضوع ألا وهي الثقة بالله عز وجل إنما النفس الوحدة مهما تثق بنفسك لكنك تفصل بينها وبين ثقتك عز وجل بربك تبارك وتعالى لن تجد نفسك ولن تجد قلبك ولن تجد عقلك ولن تنتفع بشيء ولن ينتفع أحد منك بشيء لأنك بربك عز وجل هو ملاذك هو معاذك هو غياثك فنعم المولى ونعم النصير أما أنت وأنا وكل إنسان في هذه الحياة نحن لا شيء ولا منا شيء ولا إلينا شيء وإن يمدح فينا شيء فإنما يمدح فينا جميل سات ربنا علينا ووالله ثم والله لو كشف الله أستارنا وفضح ذنوبنا لنفرت منا حتى الدوابل التي تمشي على وجه الأرض التي تمشي على وجه الأرض الثقة بالله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم من الله لنت لهم من الله وليست من أحد غير الله عز وجل ولذا كان من دعاه عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك إياك إياك عبد الله أن تستعن أو أن تتوكل على نفسك أو على غير الله فياكلك الله إلى نفسك الضعيفة هل رأيت أخي في الله يوم من الأيام رضيعا يرضع نفسه أو ينظف بدنه أقول والله ثم والله إن حاجتنا إلى الله أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه نحن فقراء إلى الله عز وجل فانزع الأنا أخي في الله من نفسك احذر أن تجد أو أن تجعل أنا أنا في نفسك يا مسكين كان الله ولم تكن ويكون ولا تكون يا مسكين أنت بغير ربك لا شيء فثق بربك وأحسن الظن بربك وارجع إلى ربك وقل لربك بلسان الحال أو بلسان المقال ربي إلهي وسيدي ومولاي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البراية وأنت علي ذو فضل ومني يظل الناس بخيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني إن لم تعفوا عني أنت بربك سبحانه وتعالى وليس بأحد سواء كم من ماكر مكر بك فحماك وكم من كائد كادك فوقاك وكم من شياطين الإنس والجن أحاطت بك من كل مكان فمن الذي نجاك إنه ربك ومولاك عز وجل العلاج أيضا للأنا مقت النفس نعم يقول ابن القيم ومقت النفس في ذات الله صفة من صفات الصدقين ويدن العبد به من ربه أضعاف ما يدن به من العمل إنك تنقط نفسك لا تدلي بعملك ولا بقولك على ربك تبارك وتعالى لا تدل بعملك أو بقولك على ربك عز وجل أنت بتمنى على ربك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن أهداكم للإيمان إن كنتم صادقين تتمنى على ربك عز وجل أنا وانا وانا أنا اللي بصلي وانا اللي بصوم وانا اللي بتصدق وانا اللي بعلم وانا اللي بتعلم وانا أجمل الأصوات وانا أحسن القادة وانا بطل الأبطال بتمنى على مين يا عبد الله على من تمني عبدالله المنة لله وحده والفضل لله عز وجل وحده ولولا ربك لما اتيت شيئا من هذا على الاطلاق فانقط النفس ابن القيم يقول وانك ان تبيت نائما وتصبح نادما خير من ان تبيت قائما وتصبح معجابا خير من ان تبيت قائما وتصبح معجابا وهذه ليست يعني رسالة ولا دعوة يعني لترك القيام والصيام لا لا وانما اتكلم عن قضية المنة هذه يعني التفاخر هذا بالعمل يا اخي سبحان الله سبحان الله القدير عباد الله ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قالها يوما في حق نفسي وهو من هو ابو بكر الصديق قال لو علمتم من نفسي ما اعلم لحثوتم او لحثيتم على رأس التراب لأهلتم على رأس التراب وابن مسعود يعيد بعض الناس اللي مشين وراء عملين زفة وراء زفة وراء في الشارع قال ارجعوا ارجعوا فانها فتنة للتابع فانها ذلة للتابع وفتنة للمدبوع وفي مجلس من المجالس واحد من الناس يقول ما احب ان اكون من اصحاب اليمين اكون من المقربين احب اليه فقال ابن مسعود لكن ها هنا رجل ود انه اذا مات لم يبعث هذا هو تواضع يا عبدالله تواضع لله تبارك وتعالى ولا تنتفش ان لم تعش فانك بعد عبدالله لم تعش لان العيش ليس عيش الدنيا وانما هو عيش الاخرة قال عليه الصلاة والسلام اللهم ان العيش عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة اسأل الله تبارك وتعالى ان يعني يحول بيننا وبين الانا التي تحمل العجبة والكبر والغطرسة وعدم التواضع اللهم اجعلنا من المتواضعين بين يديك يا رب العالمين واجعلنا من المتواضعين بين اخوتنا من المسلمين وبخاصة من الفقراء والضعفاء في كل مكان يا رب العالمين اجعلنا اللهم لجميع المسلمين هينين لينين سمحين مبشرين اجعلنا لجميع المسلمين كالارض الذلول يطأها الكبير والصغير وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب يا رب العالمين اقول قولي هذا احبة في الله واستغفر الله تعالى لي ولكم وإلى حلقة اخرى استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين طريق الله من هاجه لمن في هديه ساره فلا زيغ ولا عوج ولا بدع وأفكار كمشكات لا نور ترجمة نانسي قنقر